أرحب بكم مستمعين في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة أرحب بضيفي العزيز الدكتور عبدالله الجمهور معنا في ستوديو البث المباشر سعداء جدا أن تكون معنا دكتور عبدالله أن نستضيفك هنا في مدينة إستيلي مولينو أتيت من جنوب فرنسا خصيصا للمشاركة في هذه الحلقة أنت اختصاصي في طب الطيران عضو جمعية الطيران المدني الأمريكية عضو جمعية طب الطيران والفضاء أسمى وأيضا عضو الجمعية الفرنسية لطب الطيران والفضاء هل زيارتك إلى فرنسا زيارة عمل أم زيارة استجمام؟ لاتنين عمل واستجمام نعم، تحب فرنسا؟ ومن لا يحب فرنسا باريس من أجل مدن العالم شكرا دكتور عبدالله معك سنفتح هذا الملف كيف نتجنب مشاكل الأذن أثناء الرحلات الجوية وهو موضوع هام جدا لأنه طبعا كلنا نأخذ الطائرة على الأقل اليوم مرة في السنة لأنه حتى أسعار بطاقات في متناول الجميع نسمع الأطفال يشكون، يبكون نسمع الكبار يشكون يعني مشكلة كبيرة مشكلة الأذن في الطائرة في البداية نود أن تعرف بحالة الجسم عندما يكون على علو عدة ألاف المترات عن الأرض ما الذي يحدث في جسم الإنسان؟ تفضل نعم، في البداية أشكرك على استطافتي في البرنامج راح نحكي بشكل بسيط عن تشريح الأذن عشان نفهم آلية العمل الأذن طبعا هي الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية وما بين الأذن الخارجية والوسطى فيه اللي هو يسموه غشاء الطبلة نعم غشاء الطبلة عشان أنه يتم أنه يكون يعمل بشكل فعال لابد أنه تحتفظ على الأحيان أي أن لابد أن يكون الضغط الجوي في الأذن الخارجية والأذن الوسطى متساوي نعم أو يعني لا يكون فيه اختلاف كبير أثناء الطيران الإقلاع فيه تغير كبير يتم فيه عملية اللي هو الضغط الجوي ينخفض فيصبح الضغط الجوي في الأذن الخارجية أقل بكثير من الأذن الخارجية الأذن الداخلية لا الداخلية لا أقول الأذن الخارجية والوسطى نعم الأذن الداخلية ما تتأثر بالضغط الجوي الأذن الداخلية تتأثر بال اللي يسموه بال ممكن الدوار أثناء الطيران نعم لكن لأنه هي الأذن الداخلية محكمة ما يدخلها الهواء هو الهواء موجود في الأذن الوسطى والأذن الخارجية إذا انخفضت ضغط الجوي فلابد من هاتين نعم لابد طبعا الأذن الخارجية يكون أردي أنه رح يكون هو مو نخفض لكن في الأذن الوسطى فيه اللي هو ما تسمى بقناة استاكيوس اللي هي تربط الأذن الوسطى بسقف الحلق هذه قناة استاكيوس نفير أستاش نعم هذه قناة استاكيوس هي هي تغلق وتمفتح عشاس أنه تعادل الضغط في الأذن الوسطى مع الضغط البيئي أو المحيط بجسم الإنسان وهذا التوازن الذي تتكلم عنه هو الذي يجعلنا نحتفظ بتوازننا كأشخاص أم يؤثر على ماذا هذا يؤثر على السمع وعلى أنه ما يكون فيه ألم طيران وأيضا السمع عشاس أنه الطبلة تحتفظ بقدرتها على الاهتزاز بشكل سليم يعني عندما يصرخ الأطفال على طفل عند الإقلاع أو عند الهبوط ما الذي يحدث؟ نعم لأنه الأطفال هي طبعا قناة استاكيوس هي بشكل طبيعي عند القلبالغين يكون طولها بثلاثة سانتي ونصف وتكون مائلة تقريبا الأسفل عند الأطفال تكون أضيق بحكم أنه بعد ما تم النمو نعم لا تم النمو فتكون أضيق وأقصر على الأساس كده أنه حتى الأطفال عندهم نسبة الإصابة بعدوات الأذن الوسطى أعلى بكثير من الكبار وفي حال أصيبوا فيتموا ألاجتها بطريقة يعني جدا سريعة لأنه قد يتم يصير عندهم مضاعفات أكبر لأنه الأنسجة ما نمت بشكل طبيعي فعشان كده الأطفال أنه بيشعروا بالألم أكثر من الكبار في الطائرات فيبكوا طبعا في بعض الأشياء ممكن تعملها أيضا أنه مثلا أنه هو يشرب أنا أكد الأطفال الأقل من أربع سنوات ممكن أنه الأم تعدل رضاعة فيها أيضا في قطرات ممكن يستخدمها الطفل يعني عشان أنه تساعد على توسيع الاحتقان أو أنها تزيل الاحتقان من الأذن هذا بالنسبة للأطفال طبعا لما يتم الصعود في الهواء فينخفض الضغط في الأذن الخارجية فأنت محتاج أنه الاستاكستيوب لازم يتم عملها بحيث أنه تم فتح عشان أنه الهواء يخرج من الأذن الوسطى ويتعادل مع الأذن الخارجية هذا في حالة الصعود يعني هو احتقان الهواء في الأذن الوسطى هو الذي يؤدي إلى حدوث الألم الألم والشد الطبلة لأنه الطبلة راح تكون مشدودة إلى الجزء يعني ضوء الضغط الأكبر نعم فرح يتم لها شد فهي الطبلة مرتبطة بشعيرات عصبية ودموية فلما يصير الشد فيصير الألم والصوت طبعا أيضا يتأثر على عملية حتى السمع نعم كان ذلك يشكل خطرا على صحة الأذن دكتور عبدالله الجلعود تبقى برفقتنا أذكر مستمعينا بأن هذه الحلقة مصورة تستطيعون مشاهدة الدكتور عبدالله الجلعود ومشاهدة هذه الحلقة على موقع منتكار للدولية على الأنترنت وكذلك فيما بعد على اليوتيوب إذن أرحب بفريق الصحة المستدامة معنا راشح عبود في قسم التنصيق وميكايل جونكالفاس في قسم هندسة الصوت والإخراج تستطيعون التواصل مع الدكتور عبدالله الجلعود اليوم من خلال الاتصال براشح على هذا الرقم وهكذا تستطيعون ترك أرقام هواتفكم راجحة ستعود الاتصال بكم ومثما ستطرحون أسئلتكم على الدكتور عبدالله الجلعود مباشرة اليوم ستكون الأجوبة هنا من استوديو البث المباشر في منطقة للدولية الآن ننتقل إلى دراسة اليوم الاسترخاء يعالج طنين الأذن أظهرت دراسة طبية حديثة أجرها باحثون هولنديون في جامعة أمستردام أن ممارسة تمارين الاسترخاء والاستماع إلى صوت أمواج البحر كلها عوامل تساعد الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن على تجاهله والشفاء منه وقال البحثون أن المرضى المصابين بالطنين والهساسة وصفير الأذن أمر شائع للغاية ويصب به حوالي ثلث والذي يؤثر عليهم خاصة في أوقات النوم وأشاروا إلا أن الطرق العلاجية المتبعة حاليا والتي تتلخص في اختبارات للسمع وفحوصات للأذن لم تجدي نفعا ولكن الدراسة الحديثة قدمت حلولا تنطوي على تقديم المشورة لمساعدة الناس على التغلب على الشعور بالضيق بتوفير أصوات خلفية مهدئة مثل صوت زخات المطار أو أمواج المحيط لإخفاء طنين الأذن قبيل الذهاب إلى النوم كما تساعد تمارين الاسترخاء الجسدي أيضا على التخلص من هذه الأصوات المزعشة إذن دكتور عبدالله نبقى في الأذن ولكن هذا يعني موضوع آخر ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الأشخاص المصابين بطنين في الأذن يعني لديهم انزعاج أكبر في الطائرة من غيرهم هو في الحقيقة لا هو العكس صحيح هو الإصابات اللي يسموها إذا إصابات الضغط الجوي للأذن يعني قد تؤدي إلى مضاعفات كطنين الأذن أو فقدان السماء نعم يعني فهي قد يكون قد تكون كمضاعفات لإصابات الضغط المسبب لطنين في الأذن نعم قد تؤدي نعم فالوقاية دائما من إصابات الضغط الجوي والأذن لابد تكون أنه أنه هو يعني الطنين قد يكون أحد المضاعفات وليس أحد الأسباب نعم ولكن ما رأيك أنت بهذه الدراسة يبدو أنه ليس هناك من فعلا من حلول ناجعة لطنين الأذن والأشخاص يعني ينصحون بالتعود عليه والعيش معه هل هذا صحيح؟ هل مضيفات الطيران اليوم اللواتي تعرضنا أو مضيفوا الطيران لتعرضوا لهذه الإصابات اليوم يعيشون مع طنين دائم في الأذن؟ نحن لا نتمنى أنهم يصلوا إلى مرحلة متقدمة من إصابات الأذن أو إصابات الضغط الجوي للأذن إلى مرحلة الطنين أو فقدان السماء في الحقيقة أكثر ما يصابون فيه فقدان السماء أكثر من الطنين لكن قد يكون أحد مضاعفاته لأنه لا بد أن يتم معالجة إصابات الأذن أول بأول وفي حال أنه كان المضيفة أو المضيفة في الطيران لابد أنه تعي تماما خطورة الإحمال الإصابات الأذن الخارجية من منظم الضغط أما الاسترخاف هو جدا مفيد في الحقيقة في كل الأمراض والاستماع إلى ذخات المطر أمواج المحيط في كتاب اسمه كان اسمه أنه ليس بالدواء وحده يشفى الإنسان حلو ليس بالدواء وحده يشفى الإنسان أكيد الاسترخاء أو الاستماع إلى صوات البعيدة عن ضجيج المدن لأنه الضجيج بحد ذات يسبب طنين ويسبب فقدان لأنه في حاجة يسموها التلوث الضوضائي نعم وهذا موضوع جدا خطير وجدا مهم إذا نعيشه إذا عشنا قرب المطارات نعم في الحقيقة هل تعاني من التلوث الضوضائي إذا عم بتعيش قريب من المطار؟ طبعا في دراسات عملت في مطار هيترو وجدوا أن الأشخاص عشان كده الآن حتى في مطار هيترو في بعض المطارات مثل سويسرا بيلزموا أن الطيران بعد الساعة 12 بليل ما في طيران نعم إذا كان جدا قريب من مكان السكن من مكان السكن لأنه يأثر في الحقيقة على ضغط الدم على مشاكل الأذن هذا طبعا حقيقة طبية مثبتة طبعا يعني السكن بالقرب من المطارات جدا خطير نعم شكرا دكتور عبدالله على هذه المعلومات القيمة إذن طبعا شرحت لنا الأذن ذكرت من أين تأتي المشكلة ذكرت طبعا الأضرار التي تلحق بالأذن يا تورا نحن نعرف أنه مثلا نحن نأخذ الطائرة ربما أشخاص مرة في العام مرتين في العام أو أكثر هناك مثلا رجال الأعمال يأخذون الطائرة مرة في الأسبوع أو أكثر هناك الملحون الجويون يأخذون الطائرة كل يوم وأيضا المضيفات ومضيفو الطيران ما هي الحلول؟ هي مختلفة طبعا بالنسبة للأشخاص العاملين في الطائرة من الأشخاص المسافرين أو الذين يستعملون قطوة تجاوية من وقت لآخر إذن ما هي الإرشادات؟ ما هي التوصيات؟ هل هناك توصيات لمنظمة الصحة العالمية؟ أم أنت كطبيب اختصاصي في طب الطيران ربما من الممكن أن تعطي للمسافر توصيات خاصة وللمستعمل الدائم بالطائرة توصيات أخرى ياريتك تشرح لنا الوضع نعم هو في الحقيقة لما خلق الإنسان أنه وضعت قناة استاكيوس إذا كانت تعمل بشكل سليم ستتعادل الضغط بدون أي إزعاجات حتى لو كان هناك تأخير ولكن في الأخير ستتعادل الضغط يعني مثلا مدة الألم لكي يحدث هذا التوازن قد تكون لمدة خمس دقائق لا أكثر؟ أقل من خمس دقائق لحتى الجسم يتعود نعم في حال أي مادة أو أي إصابة أو أي تلف أو أي اضطراب يؤدي إلى الخلل وضيفة الاستاكس تيوب أو يؤدي إلى ضيق مجاري التنفس سواء هذا يؤدي على نضع في كفاءة عملها ومن هنا تبدأ المضاعفات وتبدأ هنا ما يسمى بإصابات الضغط الجوي للأذن نعم فمن أهم الأشياء أنه الإنسان يتجنب في حال إصابته بالالتهابات أو الزكام يتجنب السفر بالطائرة نعم أنا أحكي عن إصابة الزكام من مستوى متوسط إلى أعلى أما الخفيفة ليس الزكام الخفيف أيضا إذا كان عنده إذا كان يشعر بأنه فعلا في ضيق قد يستخدم بعض المزيلات الاحتقان قبل الرحلة الطائران عن طريق قطرات في الأذن؟ نعم قطرات أو بخاق في الأنف وأفضل شيء بخاق في الأنف يسموه مزيلة الاحتقان أو قد يستعين بممكن يأخذ كابسولات اللي هي مضادات الهستامين تساعد؟ أيضا قد تساعد قبل الرحلة الطائران لأنه موسعة؟ نعم لأنه هي موسعة للأوعية؟ نعم لأنه هي بتوسع مجالي التنفس الأذن الوسطى الاستاكس تيوب أيضا أنه دائما ممكن يمضغ علكة أو يتثائب أو يعمل ما يسمى بال أيضا بعض أنه يحرك الفك اللي يميل ويسار لأنه استاكس تيوب هي مرتبطة بعضلات صغيرة جدا عضلات أين؟ هون الفك؟ لا مش الفك يعني داخل الفك هي مرتبطة فأي منوفر أو أي طريقة أنه أنت تساعد على حركة الأكل أو الشرب أيضا لا ينصح بالنوم خلال الطائرة لأنه النوم عند الأقلع والهبوط؟ نعم لأنه قد يسبب النوم؟ نعم ما السبب؟ لأنه يكون مجال التنفس أنه كله مغلق نعم يعني ليس هناك من مجال الشخص نعم أنه أنت ما تفتح بمك مرحة التائب مرحة فقد تصاب بالإصابة نعم إذن ينصح بعدم النوم ما هي الخطوات الأخرى؟ إذا كان الإنسان يخضع إذا كان يستخدم أدوية وكان مصاب بالجهاز التنفسي والالتهاب يعني لابد يأخذ أدويته معه أيضا أنه يستشير الطبيب يعني في حال إصابته في يعني هو في الغالب يعني لا يستصغر المشكلة لأنه قد أنه الإهمال أو أنه قد ما يسمى بال أنه يشيك أنه إطراب تام في عملية اللي هي لأنه قد يصيب في نفس المجال التنفس نعم يعني مشكلة بسيطة قد تؤدي إلى فقدان السمع نعم نعم أو إلى ضعف السمع ما الذي يحدث عند الفريق الألم طبعا ربما قد يستمر الألم جدا يعني في بعض الحالات شفناها أنه أنه الألم استمر أيام يصبح مزمن أيام يعني ثلاث أيام وألم شديد أنه نضطر أنه نحن نعطيه قدرات أنه الفولترينة اللي هي تخفي الألم في الأذن لأنه يتم في شد وقد يتم أنه في ثقب في القبلة إذن لا يجب أبداً الاستخفاف بهذه المشكلة من هم المرضى الآخرون؟ ربما هل هناك أمراض مزمنة؟ هل هناك أشخاص لديهم أمراض أخرى؟ ربما يجب أن يأخذوا احتياطات خاصة بهم بمراضهم بحالتهم الصحية؟ هو فقط المصابين بالتهابات في الجهاز التنفسي نعم مرضى ارتفاع الضغط الشرياني ليس لديهم أي مشكلة في الأذن أيضاً الأطفال الأطفال الكثير يعانوا والسبب اللي أنا ذكرت لك هي نعم إذن بالنسبة للطاقم الذي يعمل يلي يأخذ الطيارة كل يوم هل هناك إجراءات خاصة؟ أنت كاقتصاصي في طب الطيران تعطي نصائح خاصة مثلاً؟ للأشخاص العاملين على الطائرة والذين يسافرون دائماً وهل هناك أشخاص اضطروا للتوقف عن العمل على الطائرة بسبب مشاكل في الأذن؟ نعم حصل أنه في ناس كثير أنه أول حاجة أنه في حال أنه كان شعر أنه قبل الرحلة سواء كان مضيف أو كان طيار شعر أنه لا يستطيع أو في ثقل في السمع أو في مثلاً أنه يشعر بالتهاب لا بد أنه يذهب إلى طبيب الطيران لشخصه ممكن يعمله فحص بالأوتسكوب اللي يكتفع الأذن يشوف إذا فيه أيضاً هو الطبيب الطيران هو أكثر واحد ممكن يقيمه على قدرته هل هو ممكن أنه يعمل فحص للستاكس أوتيوب هل هي تعمل بشكل سليم أو لا تعمل بشكل سليم وهذا فحص يأخذ عدد دقائق سريع؟ فيه هو فحص بسيط اسمه فلسالفا أنه يغلق أنفو ويعمل على أنه يتنفس بطريقة عكسية نعم فبطريقة هذه يتأكد من كفاءة عمل الستاكس أوتيوب إذا هي تنفتح وتنقلق بشكل سليم وهذه التمارين يعرفها كل الطاقم الذي يعمل أم لا يجب الذهاب إلى المفروض أنه كل الطاقم لما أخذوا لما الواحد يريد يشتغل مضيف طيران أو يشتغل طيران مفروض أنه يكون أخذ كورس في طب الطيران أساس طب الطيران فالمفروض أنه يعلمهم الأشياء هذه الأساسية نعم إذن دكتور محمد ما هي دكتور عبدالله عذراً؟ لماذا أفكر به؟ دكتور عبدالله إذن أود أن أعرف منك هل اليوم بظل كل الظروف الاقتصادية الصعبة بظل الطائرات التي يجب أن تكون مليئة نعرف أنه في كثير مشاكل اليوم بالنسبة للطاقم العامل على متن الطائرة هل اليوم إذا شعر مضيف أو طيار بهذه المشكلة مباشرة قبل الرحلة من الممكن فعلاً أن نعفيه من عمله من الممكن أن نستبدله لأنه نعلم أنه اليوم الظروف كثير صعبة هو في أغلب شركات الطيران هناك فريق عمل للطارق دائماً يكون فريق عمل يعني يعمل بشكل متواجد في شركة الطيران أو في المطار للطوارق في حال أنه عجز الطيار لسبب طبي وقرر طيب أنه ما يطير في طيارين موجودين نعم يعني دائماً هناك احتياطي نعم هناك احتياطي بشكل دائم سواءً للمضيفين أو للطيارين يعني متواجدين بشكل دائم بشكل معين بجدول معينة في حال أنه واحد صار عنده ظرف عائلي قاهر أو صار عنده ظرف صحي نعم في نهاية الجزء الأول دكتور عبدالله أود منك هيك أن نعيد بعض التوصيات والنصائح لمستمعينا قبل أخذ الطائرة ما هي التوصيات لكي نجنب أنفسنا ليس فقط بالنسبة للأذن ولكامل الجسم أن نسافر بشكل مريح وسليم وأن نهبط أيضاً بسلامة وأن نذهب إلى ما بعرف إذا كان لدينا اجتماع عمل مباشرة بعد الرحلة أو ربما نعود إلى منازلنا أن نكون بصحة جيدة سواء صحة الأذن أم سلامة الجسد أيضاً تفضل نعم بشكل عام الطيران أنه أثناء وجفة في الطائرة طبعاً ينصح بأنه يكون الإنسان قبل الرحلة يحصل على قصة وافر من النوم نعم هذا ضروري هذا ضروري أيضاً لأن الطيران القلق الغير مبرر يعني في كثير من الناس يستنزفون صحتهم والعاطفة أنه غير مرتاح في الطائرة منزع يشعر بأن الطائرة قد تسقط مع الكارثة الجوية كلنا من خاف هذا الأشياء مهمة الأشياء أنه أنه ليحصل استنزاف للعواطف واستنزاف للتفكير أثناء الرحلة واسترس وضغط ويفكر ويشوف يعني وسيلة الطيران جداً أمينة من آمن وسيلة نقل موجودة آمن حتى من السيارات أنه أنت كرجل قد تصاب بأزمة قلبية بنسب أعلى كثير بإصابتك في هذا الطائرة أو سوق الطائرة فالإنسان يستمتع في الطائرة أيضاً من الأشياء المهمة طبعاً إذا كان هو مصاب بأمراض مزمنة لا بد أن يحرس على أخذ أدويته نعم هل في طبيب اليوم على متن كل طائرة أم لا؟ في الحقيقة يعني لا يوجد بشكل رسمي أنه توفير طبيب لكن في بعض الشركات الطيران أنه عملوا برنامج هذا البرنامج بحيث أنه أي طبيب ممكن يسجل في الخطوط الطيران في حال أنه هو حجز على أي رحلة رح يجيهم خبر الكرو أنه في معهم طيار طبيب طبيب هذا من بين البرنامج اللي بدأت تتطور المفضل تتطور لكن في الغالب يعني كثير قد يكون في بسة أنه أنت توفر لأنه أنت عندك كم رحلة يعني بالألاف خلال الساعة وحدة عندك ألاف الرحلات ليس هناك من إمكانية ليس هناك من إستحيل ولكن ربما الطاقم طبعاً يعطون كورس نعم يعطون دورات بالأساسية صحية الإسعاف الإسعافات الأساسية يعني التعامل مع الحالة الطبية في حالات الأزمة وقد يكون فيه طبيب موجود نعم هلأ فهمت لماذا عندما تصل الطائرة يعني أبل نصف ساعة من الهبوط بصحة العالم أبل ما تتعارف فكرت أنه فقط لأمور لوجستية لا هي فعلاً لصحتنا أمنية وطبية نعم هي فعلاً لصحتنا نعم يقومون بإيقاظنا لكي نكون بصحة جيدة صح؟ نعم صحيح صحيح طبعاً يعني أغلب الإجراءات المتبعة في الطيران هي تلابط تكون أما للسلامة وأما للصحة وهي كلها مرتبطة مفهوم السلامة والصحة مرتبطة لكن في قصة على أنه كان فيه إنسان جداً محظوظة أصيبت بأزمة قلبية في إحدى الرحلات نعم وكان في الصدفة هذا كان فيه فريق كان أطباء طلعين يحضروا مؤتمر قلب نعم على نفس الأحل هذه فـ 25 طبيب قلب عالجها يعني أنقذت أنقذت حظها 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 كانت أعزة التي ولد أنجبت على الطائرة منذ شهر أو شهرين وأعتقد أنه كل الطاقم كان سعيد لأنه أنجبت طفلة على الطائرة وهناك دائماً ربما قصص هيك سعيدة تحدث على الطائرة لأنه معزولين عن كل شيء يعني هو عالم قائم بحد ذاته وأنت لديك الحظ أنه تعمل على هذه المواضيع دكتور عبدالله والله أنا الذي أحب أني أكون هنا معكم نعم سعداء جداً طبعاً دكتور عبدالله أنت تكون معنا أذكر بأنه دكتور عبدالله الجلعود هو اختصاصي في طب الطيران ونتحدث أحياناً خارج الهواء دكتور عبدالله وبتقول لي ما في كثير اهتمام بطب الطيران ولكن سنحاول نحن أن نلقي الضوء معك دائماً في حلقات مقبلة سأكون سعيد طبعاً في أي لقاء يخدم الإنسان من قبل كل شيء نعم والطيار يعني وأعتقد أن هذا الطب سيتطور وسيتقدم يعني الطب ليس ببعيد العهد نعم هو عمره قصير مقارنة بالتخصصات الطبية الأخرى نعم ولكن بما أنه اليوم أغلب رحلتنا ستكون جوية نعم ستكون جوية فأتوقع في المستقبل سيكون لدور أكبر نعم ستبقى برفقتنا ودورك سيكون الرد على أسئلة مستمعين على هذا الرقم 00339-69323314 إذا أردتم التواصل مع الدكتور عبدالله الجلعود وترح أسئلة عليه حول صحة الأذن أثناء الرحلات الجوية كيف نتخلص من هذه المشاكل التي قد تصيب الأذن ونحن على متن الطائرة من الممكن ناتصال براشحة عبود منذ الآن على هذا الرقم 00339-69323314 أو ترك طبعا رسالة مكتوبة على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة أو على الواتس أب رقم الواتس أب الذي وضعنا على صفحة الفيسبوك كل التحيات لكم من دكتور عبدالله الجلعود الاختصاصي في الطب الطيران من ميكيال وراشحة عود إليكم جميعا بعد قليل